موسيقى فعل أمر مؤسسة فعل أمر من لبنان جاءت إلينا وتحمل معها تجربة خاصة جدا لا تغير دون أنا استمع إلى فكر آخر فكر سوزان تلحوق مرحبا كيفكن لا تغير دون اللغة الأم هذا شيء غريب فكيف يعقل أن نقول شيء بديهي كهذا لا يوجد أي مجتمع أو حضارة قد تقول الآن لا تغير دون اللغة الأم صحيح؟ ولكن نحن بما أننا كعالم عربي مميزون في كل شيء نقول هذا لا تغير دون الهوية وهو أمر بديهي الثقافة الإبداع الفكر الفلسفة إيجاد الهوية الفردية في هذه القرية العالمية نحن أصدقائي وأحبائي وكل من أتى اليوم وليس تشاؤما مني لكن نحن نذوب في هذه القرية العالمية نحن نتحدث عن التغيير وأنا نتحدث مع أولادنا بأي لغة إلا العربية لأنه إذا حكوا عربي قدام العالم يعني مش همسقفين يعني مش فيتين عمدارس ولأنه التونسي والخليجي والأردني ما بيفهموا على اللبناني واللبناني ما بيفهم على التونسي منحكي بلغة تانية مش حجة لازم نطلع على الأشياء المشتركة حتى اللهجات الموجودة بيناتنا هي غنى أنا بتعلم من مصطلحات موجودة بالأردن بتونس بالمغرب لأن كل مصطلح منا مرتبط بحياة بذكرى بثقافة نقال بمسرح برواية اللغة مش طريقة حتى نتواصل فيها مع الآخر بس اللغة الأم أمانة من جيل لجيل لنقدر نوثق ما مر قبلا وكيف سنكتب معا ما سيحصل في المستقبل وإلا عن أي تغيير نتحدث حتى التغيير مستهلك ونحن نستهلك التغيير اللم نحافظ على هويتنا الفردية ونبدأ فعلا بمصادقة أنفسنا لنتحدث عن الأمراض المتفشية في داخل كل منا كل منا يواجه العولمة والمعاصرة والحضارة وعصر السرعة والتكنولوجيا وهذه الحياة المجنونة من حولنا ونريد أن نواكبها ولكن نحن نواكبها راكدين لاهثين غير عابئين بما لدينا من ثقافة من أدب من فكر من فلسفة فنحن بهذا نضيع أي أمل للتغيير كيف سنغير ونطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة وعدم وجود التحرش وكل ما هنالك ونحن حين نتواجد في مجتمع كل همنا أن نبرز كيف أننا نتحدث هذه اللغة وتلك اللغة بطلاقة سأخبركم قصة لدي ابنة عمرها سنة وعشرة أشهر وأنا لا أتحدث معها إلا باللغة العربية ففي مرة رحنا على البحر وشفنا بنت صغيرة وأنا عم بقصد أخلط بين اللهجة وبين الفصحة اللي ما بيفهم علي فيه ويرفع إيده رحنا على البحر وفي بنت كتير صغيرة مهضومة قاعدة عم تلعب وهيك جينا أنا ونور لعندها وعم نحاول نتحدث معها وإجت إمه تحكيها كل الوقت بالفرنسا فبالنسبة لبنتي عمرها سنة وعشرة أشهر بس كتير بتحكي مني طالعة حكواجية ما بعرف لهمين فإعدي عم تحكيها إما بالنسبة لنور إما عم بتقول جريارين جريارين وهي عم تطلع هيك أنا جاي من الفضى بنتي بس بعدين لحظت إنه إما لبنانية بس ولا أنا ولا نور قدرنا نتواصل معها أنا بحكي إذا بدي أحكي لغتين هي الإنجليزي ليس الفرنسا فبمطرحة من المطاري حسيت إنه أنا عم بعيش بنتي بالكهف الحجري أو عقيام المتنبي وعقيام الأمجاد العربية ومدري شو رح يصير فيها لهالبنت فرحت على البيت وقعدت وفكرت لأتصالح محالي وأعرف شو الحل لأنه كمان كل أصحابي اللي عندهم أولاد بعمرة ما بيحكوا معهم عربة إنه العربة اللي حقين عليها بكرة بيتعلمها بعدين ما بتطعم يخبز شو بتفيا لا رح يستعملها بالجامعة ولا بالمدرسة ولا بالمطار أكيد بالمطار بيشلحو تياب للي بيحكي عربة إنه بفكروا وإرهابة فلشوا بلاها وما تفيدوا بس أنا جاء تفكرت أنا واقفة اليوم بيناتكن هون لأنه لغتي وصلتنا ولغتي غيرت لحياتي وأهم من هيك اكتشفت إنه الآخر ما بيحترمنا إذا ما حكينا لغتنا الآخر ناطر شي جديد مش ناطر يشوفنا لبسين مثله ومنحكي مثله ونتنفس مثله ومنحضر أفلين مثله ومنقرأ شعر مثله لا ناطر شي جديد منشان هكي كان فيه حركة عالمية من التاريخ القديم اسم المستشرقين لأنه لقوا فيه غنى هون فاللغة هي اللي بتعطينا هويتنا الفردية بين كل هالعالم الكبير وهي اللي بتخلينا كلنا سوا نفهم بعض لأنه هي ملنا مصطلحات هي أعمق بكتير من هكي وعلاقة هي لغة أم لأنه العلاقة مع الولاد صدقوني تتغير كليا في كتير حدود في كتير احترام موجود باللغة العربية بتفرض حال على طريقة التفكير فالأهل هن لازم يختار إذا بدهم علاقة سطحية بس للعالم يقولون عنهم كول وإن وفيتين بالجو مسقفين أو بدهم ولادهم وهذه مسئولية وواجب يفهمون يفهمون أهل ما يخبرون وعمق هذه العلاقة يختلف كليا عن السطحية والاستهلاك الذي نفكره هو الذي سيجعلنا نندمج مع العالم ونقبل الآخر يجعل الآخر يقبلنا وما نترجم كل الوقت بكل المحافل الدولية إذا هناك واحد لا يحكي عربي كلنا نحكي لأخته لا يجب أن نفعل هذا أصبحوا آخر